اشتركوا في القناة معشر الإخوة والأخوات صورة العصر من صور القرآن الكريم وهي صورة أغلب الأقوال فيها أنها مكية وهي من أقصر صور القرآن الكريم لا تتجاوز آياتها ثلاثا ومع قصرها فإنها صورة جامعة مانعة فيها كل شيء وتكاد تشمل الدين كلها ومقاطعها هي كالتالي قال الله سبحانه وتعالى بداعه لله والعصر وهنا الواو أداة القسم وأحرف القسم المشهورة كما نعرف هي الواو والباء والتاء والله بالله طالله والعصر مقسم به وسيأتي المقسم عليه فيما بعد والعصر هو الزمن على خلاف بين العلماء أنه يتحدث عن الزمن الذي تؤدى فيه صلاة العصر أو أنه الزمن ككل فإذا العصر هو الزمن والزمن هو أيام الله يخلق الله فيها ما يشاء ويفعل فيها ما يريد مثل قولي تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ونجديد الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أقسم بكثير من مخلوقاته كالطور والنجم والعصر والفجر والشمس إلى آخره وأقسم هنا بالعصر نظرا لأهميته وذكر بعض المفسرين أن في هذا القسم إشارة إلى أن من ضيع الزمن أي من ضيع العصر فقد خسر وذلك قال تعالى والعصر إن الإنسان لفيه خسر المقطع الثاني إن الإنسان لفيه خسر وهو جواب القسم كما سبقا أشرته والإنسان عندما يرد هكذا في القرآن الكريم غالبا ما يكون ما تكون دلالته لا تدل على الخيرية ومن دلائل لذلك قوله تعالى وكان الإنسان قتور وقولي عز وجل وكان الإنسان أكثر شيء جدل وقولي إن الإنسان لظلوم كفار وكذلك وكان الإنسان عجول إلى آخره لماذا هو كذلك لأنه تغلبه الأهواء وتطغى عليه المادية ويقدم العاجلة على الآجلة فإذا كان معه إيمان يصبح شيء آخر المقطع الأخير في السورة قول الله سبحانه وتعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وهذا استثناء من الكلام السابق كان الله تعالى يؤكد لنا أن من اتصف بهؤلاء الصفات الأربع الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر فقد استكمل أسباب النجاح والنجاة بمعنى من اتصف بها لم يكن من الخاسرين وبالتالي نحن هنا مع ما قبل إلا وما بعدها ما قبل إلا إن الإنسان لفي خسر ما بعد إلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر معناه فهم ليسوا ليسوا في خسر ما معنى الخسر بمعنى خسارة عظيمة خسارة ما بعدها ما بعدها خسارة إن الإنسان لفي خسر أي في خسارة ونقصان وضياع وحرمان ولن ينجوا من ذلك من الناس إلا من اتصف بالصفات الأربع أولها الذين آمنوا والإيمان هو أعظم عطاء أعظم كنز أعظم ثروة وقد عرف في القرآن وفي الحديث الشريف معاني بتعاريف متعددة ليهمنا هنا التعريف الفقهي ولكننا نبحث عن التعريف الشامل لأننا نريد الإيمان الكامل ومن ضمن هذه التعريف قال الله تعالى في الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى أربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناه من فقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم إذا ندي الصفة الأولى آمنوا الصفة الثانية وعملوا الصالحات ولا شك بأن العمل داخل في الإيمان لأن الإيمان قول وعمل والعمل فرع من الإيمان ولا يصح الإيمان إلا بالعمل وعلى قدر الإيمان يكون يكون العمل بمعنى أن الإيمان والعمل متلازمان متكاملان لا عمل بدون إيمان ولا إيمان دون أن يعضده العمل وقد يقول الواحد منا لماذا لم يقل جل وعلا إلا الذين أسلموا الإسلام لا يخرج من الخسارة إلا إن كان معه إيمان ولذلك تم التركيز هنا على الإيمان بدل الإسلام الصفة الثالثة وتواصل بالحق والتواصل هو التناصح يعني فيها تفاعل أنت تتصي ون ونتنصي والإسلام كما نعرف هو نصيحة الدين النصيحة كما قال عليه الصلاة والسلام تواصل أي يوصي بعضهم بعضا بالحق والحق هو الشيء البين الواضح وهو دين الله دين الله كذلك بين واضح جلي لعوجاجة لعوجاجة فيه فلا بد من التواصي بالحق ولا بد من التناصح عليه والمسلمون كما نسب إلى الإمام علي كرم الله وجاه قوله المؤمنون نصحة والمنافقون غششة المؤمنون نصحة والمنافقون غششة الصفة الرابعة وتواصل بالصبر لابد إذن من التناصح على الصبر لضرورته لمواسلة الطريق لأن الصبر يحتاج إليه إليه الحق يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وهكذا نجد أن الصبر من أمهات الفضائل ومن أمهات الأمور وهو صبر دو ثلاثة أضلاع صبر على الطاعة صبر عن المعصية صبر على بلاء الله وأقداره وقد وجدنا أن هذه الصفات الأربعة اتنتان منها مرتبطتان بالدات الإيمان والعمل الصالح واتنتان مرتبطتان بالغير تواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر من أجل أن تربح ويربحك معك ويربح معك غيرك ومعاني هذه الصورة الجليل أخو الكرام كثيرة مهمة ولكن ما دخل إن شاء الله فيه الخير والبركة ولذلك ينسب إلى الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه قال لو تدبر الناس صورة العصر لكفتهم فعلا هذه الصورة تحتاج إلى تدبر تحتاج إلى تأمل تحتاج إلى فهم معانيها وتحتاج إلى تطبيق تلك المعاني والتحرك بها في دنيا الناس ومع الناس وورد أيضا أن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم في زمنهم كانوا إذا التقى أحدهما بالآخر إذا التقى لم يفترق حتى يقرأ أحدهما على الآخر صورة العصر ثم يلقي عليه السلام ويفترقان بعد ذلك وكأنهما يتعاهدان على أن يحافظ على معاني صورة العصر وما فيها من خير وفضل وجمال وجلال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أليه أن يجعلنا من المؤمنين وأن يجعلنا من المؤمنين من العاملين وأن يجعلنا من الذين يتواصلون بالحق ويتواصلون بالصبر وصلى الله على نبي الرحمة وليس حسلم تسليما والحمد لله رب العالمين